السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التصحيح الكامل الصرف والتحويل دعم عام الوحدة الثامنة الأسبوع الثاني الصفحة مائتان وخمسة وعشرون أولا الشكل لما كانت الليلة السادسة والثلاثون بعد الأربعمائتي قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية لما وصفت للطبيب علاماتي لأمراضي قال أخبريني بما يصل الأدى إلى الرأس قالت بإدخال الطعام على الطعام قبل الهضم الأول والشبع على الشبع فهو الذي أفنى الأمم فمن أراد البقاء فليباكر بالغذاء ولا يتمسى بالعشاء وأن يجعل بطنه ثلاث أثلاث ثلثا للطعام وثلثا للماء وثلثا للتنفس لأن مصران بني آدم 18 شبرا يجب أن يجعل ستة للطعام وستة للشراب وستة للتنفس وإذا مشى برفق كان أوفق له وأجمل لبدنه وأكمل ننتقل إلى أشرح أفنى بمعنى أنهى وأهلك يباكر أي أتاه بكرة أي تناوله باكرا رفق بمعنى لين أو لطف أبحث عن أسر ما يلي أخبر خبر أخبار إخبار مخبر ثم الكلمة الثانية أفنى إفناء فان ثانية ثم الكلمة الثالثة يجعل جعل جعل مجعول ننتقل إلى أجيب السؤال الأول ضع عنوانا مناسبا للنص العناوين كالتالي الوقاية خير من العلاج صحة البدن تجنب الأمراض كلها عنوين مناسبة للنص ثم السؤال الثاني بما يصل الأدى إلى الرأس في نظر الجارية بإدخال الطعام على الطعام قبل الهضم الأول والشبع على الشبع ثم السؤال الثاني ما النصائح التي قدمت الجارية للمالك في النص أول نصحة وهي التبكير بالغداء واجتناب العشاء ثم جعل البطن ثلاثة أثلات ثلث للماء وتلث للطعام وتلث للهواء وكذلك المشي برفقين السؤال الأول في التراكيب أضع الجملة التالية في ترسيمة مناسبة كان أوفق له وأجمل كان ناسخ فعلي اسمه ضمير مستثر غير موجود أرفق هو خبر كان له جار ومجرور لدينا اللام هي حرف الجر والها ضمير متصل في محل جر اسم مجرور ثم الواو هي حرف عطف أجمل ومعطوف ننتقل إلى الإعراب أعرب ما تحته خط الملك منادى مبني على الضم شبرا تمييز منصوب ستة مفعول به منصوب يجعل ستة ماذا يجعل ستة ستة جاءت مفعول به ننتقل للسؤال الأول في الصرف والتحويل أستخرج اسمي الزمان والمكان من الأفعال الآتية وأذكر وزنه في شدول مناسب يعني الأفعال وهي كالتالي دخل اسم المكان مدخل وزنه مفعل مشى اسم المكان ممشى وزنه مفعل ثم الكلمة الثالثة تنفس اسم المكان متنفس على وزن متفاعل وللإشارة في هذه الأسماء المستخرجة من هذه الأفعال كلها أسماء مكان ثم السؤال الموالي أحدد أسماء التفضيل الواردة في النص وأذكر أفعالها يعني أول اسم التفضيل وهو أوفق وفعله وفق ثم اسم التفضيل الثاني أجمل وفعله جاملة ثم اسم التفضيل الثالث أكملة فعله كاملة ثم آخر سؤال أعيده سياغة العبارة الآتية بحسب العدد المطلوب تمانية عشر شبران يعني مع الرقم ثلاثة نقول ثلاثة أشبار مع الرقم إحدى عشر نقول أحد عشر شبران مع الرقم تسعة وعشرون نقول تسعة وعشرون شبران مع الرقم مئة وأربعة عشر نقول مئة وأربعة عشر شبران ثم مع الرقم ألف نقول ألف شبرين المترجم للقناة